دشن محافظ محافظة شبوى عوض العولقي مشروع شق والسفلة شارع الحزم الجديد بمدينة عتق بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة ووجه المحافظة المختصين بسرعة تحديد وشق مسار الشارع والبدء في سفلتته نظرا لما يمثله من أهمية ولمثة جمالية في المدينة ويسهم في التخفيف من حدة ازدحام حركة المركبات فيها من جانب آخر وقع محافظ شبوى على عقل تنفيذ مركز شبوى التجاري كأكبر مركز تجاري استثماري في مدينة عتق التي تنفذه مؤسسة جوهر الشبوى بتكلفة تبلغ عشرة ملايين دولار مشروع من مبنى رئيسي مكون من أربعة أدوار تضم أسواق ومعارض تجارية ومطاعم وصلاة ألعاب وغيرها من الخدمات مع ملحقتها